بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الدين في الصلوات الكثيرة التي فاتت الإنسان فمثلا إنسان يقول منذ فترة البلوغ إلى فترة الجامعة وأنا لا أصلي أو يقول إنسان تركت الصلاة من سن الخامسة والعشرين إلى سن الأربعين أو يقول قائل تركت الصلاة منذ فترة البلوغ إلى أن وصلت إلى ستين سنة وأن لم أصلي وما حكم الدين في هذه الصلوات الفائتة هل تقضى هذه الصلوات أم لا تقضى حقيقة للعلماء آراء في ذلك فرأي يقول بأن الإنسان عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة بأي كيفية يستطيعها مع حسب طريقته التي سيصلي بها هذا رأيي أن الإنسان عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة بأي كيفية يستطيعها بالعدد الذي تركه على حسب ما يستطيع إن أراد أن يصلي صلاة مع صلاة جاز ذلك إن أراد أن يصلي مجموعة من الصلوات في وقت الضحى أو في وقت الليل أو في غيره المهم بأي طريقة من الطرق يقضي ما فاته من الصلوات وهذا هو رأي أكثرية العلماء الشابعية والحنفية والمالكية قول عن الإمام أحمد رأي آخر أن الإنسان ليس عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات ولكن عليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار من صلاة النوافل فالله سبحانه وتعالى عندما يجعل الملائكة ينظرون في صلاة العبد يوم القيامة فإن أكملت الفرائض ما على الإنسان أكملت وإلا قال انظروا هل لعبدي من النوافل فتوضع النوافل فتجبر ما كان هناك من نقص في الفرائض في المسألة الرأي الأول أنه يجب على الإنسان أن يقضي ما فاته من الصلوات فيقول قال أنا لا أعلم ما هو الوقت الذي تركك في الصلاة نقول له بازغن والترجيح على حسب ما يأتي في ذهنك أنت تعتقد أنك تركت الصلاة عشر سنين صلي صلاة عشر سنين وهكذا بالكيفية التي تستطيعها مع التوبة والندم للغاية سبحانه وتعالى الرأي الآخر يقول أنه ليس على الإنسان أن يقضي ما فاته من الصلوات ولكن عليه أن يندم وأن يستغفر وأن يكثر من صلاة النوافل هذا هو حاصل رأي العلماء في المسألة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته